والله ياهو جماعة قدام حضراتكم هتروح هتركن عربيتك وتتمشى لغاية النادي هي على فكرة ده جوا النادي يعني انت داخل النادي الاهلي فالحقيقة زي ما قلت لحضراتكم انا بالمناسبة وانا هنا بس ان شاء الله ربنا يكرمنا يعدي بكرة ان شاء الله ونقدر نعمل هذا الكلام ان شاء الله هجيب لحضراتكم مجلس الادارة وهم بيرشحوا نفسهم كابت الخطيب ومجلس ادارته وهم بيرشحوا نفسهم في الفترة السابقة فانا هجيب لحضراتكم البرنامج الانتخابي اللي كان معمول هنجيبه ونتكلم رقم واحد خلص ولا مخلص رقم اتنين خلص ولا مخلص رقم تلاتة خلص ولا مخلص رقم اربعة خلص ولا مخلص في تاني سنة هتلاقي حاجات كتيرة جدا جدا من البرنامج الانتخابي اللي كان من المفترض ان هي تخلص بعد انتهاء اللي أربع سنين أو في آخر اللي أربع سنين هتلاقيها خلصت وبتنتهي وبيتم تشيدها وفي حاجات جديدة أضيفت ليها يعني انت عديت المية في المية أنا على فكرة أنا ما تبعتش معرفش ولكن أنا أهلي بيروحوا على طول وأنا عضو عامل في النادي فالناس بتروح عندي وصحابي وأصدقائي غير إن أنا بروح وبشوف فبينبقى عارفين إيه اللي بيحصل إيه الجديد اللي بيحصل إيه الجديد اللي بيحصل وبالمناسبة ده تعودت أنا شخصياً كعضو عامل بقى هنا أنا تعودت على هذا الكلام لأنه ما هو الدورة اللي فاتت كان بيحصل هذا الأمر كابت الخطيب بنفسه لو تفتكروا عمل إيه طلع واقف قال يا جماعة حاسبوني حاسبوني كرئيس مجلس إدارة قولوا ليه إيه اللي ما اتعملش لأينا لما طلع يتحاسب مع الناس مع أعضاء الجامعية العمومية المية في المية اتعمل ويمكن أكتر من مية في المية وبنفسه طلع الكابت الخطيب قبل بداية الدورة الجديدة أو قبل بداية الانتخاب في هذه الدورة فعشان كده أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي أنا هعملها هجيب البرنامج الانتخابي للمجلس ونشوف إيه خلص إيه نتكلم مع بعض ونقول لأنه في النهاية أنا بشوف إن ده مجهود كبير جداً جداً اللي بيحصل أمام حضرتك ده مجهود كبير جداً وبالمناسبة فلوس كتيرة جداً فلوس كتيرة جداً والمرة العشرة أو الحداشر أو الاتناشر اللي أنا بقول لكم هذا الكلام وبخرج برا الإطار في النادي أو إطار الإعلانات إن يجب أن يكون هناك إعلام من النادي الأول أنا بقول لحضراتكم إن ابتداء من واحد تسعة سوف يكون هناك تغيير كبير في أسعار الأندية أسعار المقرات فمن فضلكم اللي عايز يستمتع بهذه الأجواء اللي عايز يستمتع بعائلة الأهلي والموضوع على أرض الواقع أمامك أهو على أرض الواقع بوابات بتخلص كل حاجة بتخلص الأمور كلها قدامك قبل شهر تسعة وللمرة المليونة أنا بطلع أقول هذا الكلام على الرغم من أن أنا مش منوت أن أنا أقول هذا ولكن أنا قلته قبل كده فبقوله تاني اللي عايز يشترك هذه الأيام يروح يشترك لأن ابتداء من شهر تسعة قد تتغير الأمور خلال الفترة القادمة عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن زيارة كابت خطيب لمقر النادي الأهلي في الشيخ زايد ونرجع نكمل فقرة موسيقى